السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء اليوم قد ندروا درس جديد بعنوان تنظيم ومعالجة البيانات الجزء الأول إذن هذا الدرس يهم تلاميذ أو مرجع نجاح في الرياضيات خاص بمستوى الخامس ابتدائي صفحة 76 ونبدأ على بركة الله التمرين الأول يعطينا التمثيل المبياني معلومات حول الاستهلاك الشهري للسكر من طرف 30 عائلة إذن هالمبيان اللي اعطونا هنا كيمتل لنا الاستهلاك الشهري للسكر بمعنى يعني كل عائلة اشحكت السهلك دير السكر طيلة شهر اعطونا 30 عائلة ولكن هنا اللي جمعنا ما اعطونا 30 عطونا 45 إذن كي الخطأ يا إما هنا يا إما هنا مو إما عليناش غير عندنا هنا هاد المحور داروا فيه عدد العائلات والمحور الآخر داروا لنا فيه عدد القوالب يعني قوالب تسكر إذن إلا قرنا هاد المبيان اش كي بلنا كي بلنا بأن عائلة وحدة إذن هادو عائلات عائلة وحدة كتستهلك قالب واحد في الشهر يعني كينا عائلة اللي كت يلا كتستهلك قالب طيلة هذك الشهر ثم عندنا ثلاثة العائلات يعني هما كيفش داروا 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 إحصاء اخدوا 30 عائلة وبقوا كي يطرحوا على اليوم أسئلة إيش حال دي القوالب اللي كتستهلكوا في الشهر عائلة لقوا عائلة وحدة هي اللي كتستهلك قالب واحد لقوا ثلاثة العائلات كي يستهلكوا جوجة القوالب في الشهر ثم لقوا جوجة العائلات كي يستهلكوا ربعة القوالب خمسة العائلات كي يستهلكوا سبعة القوالب ربعة لها عائلات كي يستهلكوا عشرة القوالب وتسعوت العائلات كي يستهلكوا 12 قالب ثم 6 عائلات يستهلكوا 14 قالب السؤال المطلوب سوف نرى الكمية الكبيرة القوالب التي تستهلكت خلال شهر سوف تستهلكوا واحد او جوج او ثلاثة سوف نرى الخط كما يلمشينا الاعلى هنا غير نزع مشحة من عائلة ولكن هم مش نطرحوا على نفسه قالوا لينا اكبر استهلك يعني وش خمسة القوالب في شهر والستة والعشرة والاثناش اش كلاحظو هنا عدنا 14 قالب يعني كان العائلات اللي كي وصلوا حتى الاربعتاشر قالب في الشهر هذا هو اكبر استهلك بالنسبة لهذه 30 عائلة اذا اكبر استهلك بالنسبة لهذه 30 عائلة هو 14 قالب في الشهر اكبر استهلك هو 14 قالب واصغر استهلك هو قالب واحد اذا قالب واحد بالنسبة العائلة وحدة يعني قالب واحد هو اقل ما كي سهلكو اذا قالب واحد ثم سؤال ثلاثة وحددوا عدد العائلات التي تستهلكو شهريا سبع قوالب اذا حكل واحد ثم الارب سوف نتمسل شيء من عائلات اللي كيتستهلكوا سبعة قوالب خمسة العائلات يستهلكون سبعة القوالب أحدد عدد العائلات التي تستهلكون عشر قوالب أحدد عدد العائلات التي تستهلكون عشر قوالب طيلة الشهر سوف نرى عدد القوالب أحدد عائلات التي تستهلكون عشر قوالب أربعة عائلات ثم السؤال رقم خمسة أحدد عدد العائلات التي تستهلك أقل من أربع قوالب سوف نرى العدد العائلات التي تستهلك طيلة الشهر قل من أربعة القوالب أحدد عدد من أربع قوالب أحدد عدد أربعة قوالب أحدد كما يستهلكون أقل أحدد عائلات التي تستهلك قوالب ثلاثة عائلات التي تستهلك قوالب جمعنا ثلاثة العائلة التي يستهلك لنا جوج القوالب وعائلة واحدة ثلاثة القوالب واحد أربعة قوالب أربعة عائلات ثلاثة عائلات ثلاثة عائلات أقل من أربعة قوالب نحط اربعة عائلات م logos ثلاثة عائلات ثلاثة عائلات ثلاثة العائلة يستهلكون جوج القوالب ثلاثة العائلة يستهلكون جوج زائد العائلة تستهلك واحد يعطينا ربعة العائلات اذا كان هذا هو الدرس التقديم غير تقديم ديال الدرس اذا نحاول نعرفه غير المخطط بالاعمدة في هذا الدرس نحاول نعرفه بالمخطط بالاعمدة وبخط منكاسر هذا النوع اللي اعطينا في هذا الدرس عبارة عن خطوط هذا هو اللي يسمى ميبيان بخط منكاسر هذا هو الخط المنكاسر يسمى خط منكاسر من بعد في الدرس الاخرى سنعرفه الانواع الاخرين ديال المخططة اذا الى هنا تنتهي الحصة ديالنا ديال اليوم موعدنا في الحصة المقبلة بحويلة